بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب الخوف من الشرك لماذا جاء المصنف بهذا الباب بعد تحقيق التوحيد؟ أولاً لأن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك ومن تحقيقه الدعوة إليه وهكذا إلى نهاية الكتاب ثانياً لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه فلا يغتر بنفسه الدليلان الأول والثاني وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كيف نخاف من الشرك؟ أولاً تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر ثانياً دراسة الشرك ومعرفة أسبابه ودواعيه وذلك لتجنبه ثالثاً الدعاء والاستعانة بالله تعالى رابعاً البراءة من الشرك وأهله والبعد عنهم لألا يصير منهم الشرك لا يغفره الله أبداً إذا مات عليه لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد فمن مات على الشرك الأكبر فهو خالد خلوداً أبدياً في النار ولو مات على الشرك الأصغر فإنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة ولا يخلد في النار لأنه من أهل الإيمان واجنبني أي اجعلني جانباً واجعل عباد الأصنام في جانب آخر حتى يبتعد عنها الأصنام الصنم هو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان فالوثن أعم من الصنم إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء فما بالك بنا نحن إذن فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق إذ لا يأمن النفاق إلا منافق الدليل الثالث إلى الخامس وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندى دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار الرياء أن يعبد الله ليراه أو يسمع به الناس فيمدحوه على كونه عابدا وليس يريد أن تكون العبادة للناس وإلا كان شركا أكبر وأما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء بل هذا من الدعوة إلى الله وعلاج الرياء يكون أولا بدراسة التوحيد لأنه بدراسة التوحيد يعظم الله ولا يبالي بأحد في دين الله ثانيا الدعاء ثالثا الحرص على أن تكون الأعمال سرا بين العبد وربه رابعا عدم ترك العمل بحجة اجتناب الوقوع في الرياء خامسا الإكثار من الأعمال الصالحة التي تذكر الآخرة كزيارة القبور بشروطها لماذا خاف صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء أشد من خوفه عليها من المسيح الدجال أولا لأن فتنة المسيح الدجال ظاهرة أما فتنة الرياء فهي خفية ولأن فتنة الدجال في زمن محدد آخر الزمان أما الرياء فيكون في كل وقت أقسام الرياء قسم في أصل العبادة أي ما قام يتعبد إلا للرياء فالعبادة باطلة وقسم طارئ أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها وهذا إما أن يدافعه فهذا لا يضره لأنه قام بالجهاد وصحت عبادته وإما أن يسترسل معه فهذا فيه تفصيل فإذا كان أول العبادة متصلا بآخرها كالصلاة فالعبادة كلها باطلة أما إذا كان أول العبادة منفصلا عن آخرها كالزكاة فالجزء الذي فيه الرياء فقط باطل وقسم بعد الفراغ من العبادة وهذا لا يؤثر إلا إذا كان فيه عدوان كالمني والأذى بعد الصدقة ند الند هو الشبيه والمثيل والنظير دخل النار هذه عقوبة اتخاذ الأنداد لله تعالى شيئا يعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار الشرك أمره صعب جدا ليس بالهيين ولكن يسر الله الإخلاص على العبد وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله لا مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه فالناس لا ينفعونه أبدا وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنه قوله لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لا أنه قوله وكذلك العكس فالإخلاص صعب جدا إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم فإن الله يعينه عليه ويسره له الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة كمن صلى وحج وصام لغير الله فهو كافر كفرا أكبر ودعاء مسألة وينقسم إلى قسمين قسم فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر كمن طلب الولد أو إن زال الغيث من عند غير الله تعالى وقسم فيما يقدر عليه المخلوق ويصح هذا النوع من الدعاء بأربعة شروط أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا وأن يكون سببا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر الشرك الأكبر مخرج من الملة ومحبط لجميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار خلودا أبديا ومبيح للدم والمال من السلطان ويأتي الدليل على أنه أكبر أن يعتقد أن لغير الله تصرفا خفيا في الكون وأن بيده جلب المنافع ودفع المضار والشرك الأصغر غير مخرج من الملة ومحبط للعمل الخاص وصاحبه غير مخلد في النار خلودا أبديا وغير مبيح للدم والمال ويأتي الدليل على أنه أصغر أن يعتقد أن ما لم يجعله الله تعالى سببا سبب كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر وكل ما أطلق عليه الشرع أنه شرك أو كفر ولم يعرف بأل فالأصل أنه أصغر المسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر أن يسير الرياء الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين لأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس إن كان أكبر لم يدخل الجنة وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك دخل الجنة التقسيم والتقعيد للقول المفيد